صلى الله عليه وسلم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله رحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مشاهدي في كل مكان الجمع الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة حيث ننقل حضراتكم احتفال وزارة الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج هذه الليلة المباركة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ليطلعه فيها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه الليلة الميمونة المباركة التي أراد الحق تبارك وتعالى أن يعلم الملأ الأعلى وأهل السماوات والأرض لعظمة ذلك النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وفي هذه الرحلة المباركة يقول المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أسبى العقول وأفتنى إلا جمال محمد لما دنى قمر إذا كشف اللي ثام رأيته أبهى من البدر المنير وأحسنى شبهته بالبدر قال ظلمتني بالله يا وصفي ظلما بينا وتعلقت وحش الفلا بمحمد والضب قال يا تهامي أجرنا واغضر في كفه غصن يابس والنور يشع من وجهه يا مؤمن هذا الذي في ليلة الإسرى به جاء الأمين وقال سر بنا يدعوك مولانا العظيم لحضرته لتشاهد المعبود يا كل المنى فما زال يرقى والملائك تزفه حتى رقى السبع اتباق نبينا وإذا به في حضرة صمدية قدسية سمع النداء مرحبا بحبيبنا فاللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله مشاهدي الكرام ونحن ننقل حضراتكم احتفال وزارة الأوقاف بليلة الإسرائي والمعراج عبر شاشات التلفزيون المصري واثير الإذاعة المصرية ويشارك معي في هذا النقل عبر أثير الإذاعة الزميل الإعلامي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين وعلي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني مشاهدي الكرام ويحضر معنا في هذه الاحتفالية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني وكيل الأزهر الشريف نائبا عن شيخ الأزهر والسيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية والأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وشيخ مشايخ الطرق الصوفية والسيدة الشريف السيد محمود الشريف نقيب السيدة الأشراف بجمهورية مصر العربية وجمع كبير من أهالي منطقة السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولفيف من السادة النواب بمجلسي النواب والشيخ مشاهديها الكرام وخير ما نستهل به هذا اللقاء ليماني المبارك أن نستمع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا ذريه من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهواء إنه هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دعنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى وعند سدرة المنتهى عندها جنة المؤواء إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طاغى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى رآه نزلة أرفت ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى وبلغ رسوله الكريم أيها الأحبة الكرام ومشاهدين في كل مكان والجمع الحضور وما زلنا نرقب عن قرب ما منح الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة وفي الضيافة الإلهية حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغة العبد سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولفظ العبودية من أسمى المراتب وأعلى المقامات ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أتأثري دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمد لي نبيا صلاة وسلام عليك سيدي رسول الله ومن الدروس المستفادة والعبر والعظات من رحلة الإسرائي والمعراج لنا هذه الكلمة الطيبة المباركة لفضيلة الشيخ أحمد عصام فرحات إمام مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضها بمدينة القاهرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحضور الكريم يسرني أن أتوجه بخالص التهنئة لحضراتكم جميعاً ولمصرنا العزيزة وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بهذه الذكرى العطرة ذكرى الإسراء والمعراج سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ذكرى خيرٍ وبركةٍ علينا جميعًا أيها السادة إن رحلة الإسراء والمعراج رحلة الأمل المتجدد في نفوس المؤمنين بالساعة بعد الضيق والفرج بعد الشدة فقد آنس الله سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم وقت الضيق وزاده تشريفًا على تشريفٍ وتكريمًا على تكريم بعد أن أصابه من أذى قومه ما أصابه وبعد حصارٍ اقتصاديٍ واجتماعيٍ للنبي وأهله دام ثلاث سنواتٍ في شعب أبي طالب وبعد خروج النبي من الطائف وما ناله من ثقيفٍ وسُفهائها إذ سلَّتُوا عليه عبيدَهم وصِبيانَهم يرمونَه بالحجارة حتى سالَ الدمُ من قدميه الشريفَتَين وحينئذٍ توجَّه صلواتُ ربي وسلامُه عليه إلى ربِّه يحتمي بحِماه ويبُثُّ إليه شكواه قائلًا اللهم إني أشكُّ إليك ضعفَ قوَتي وقلَّة حيلتي وهواني على الناس أنت ربُّ المُستضعفين وأنت ربِّي إلى من تكلُوني إلى بعيدٍ يتجهَّمني أم إلى عدوٍّ ملَّكته أمري إن لم يكن بك عليَّ غضبٌ فلا أُبالي وظلَّ صلى الله عليه وسلم يدعُو ربَّه ويُثني عليه بما هو أهله وفي هذا الوقت العصيب يفقد نبينا صلى الله عليه وسلم أمَّ المؤمنين خديجة وأبا طالب الذين كانا يُهوِّنان عليه المصاعب ويُخفِّفان عنه الآلام لكن رحمة الله قريبٌ من المُحسنين فما بالُنا بسيِّد المُحسنين فجاءت معجزة الإسراء والمِعراج لنبينا واستوفَّده الله ليتجلَّى عليه بمزيدٍ من العلوم والمعارف والحقائق والأسرار والأنوار وليريَّه من آياته القُبْرَى حيث يقول الحق سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنُرِيَّه من آياتنا إنه هو السميعُ البصير وهنا يتجلَّى درسٌ عظيمٌ للأمة وهو أن لها ربًّا حكيمًا قديرًا يُفرِّجُ همَّ المهمومين وينفِّسُ كرب المكروبين متى شاء وكيف شاء ويكتُبُ النصر لأوليائه ولو بعد حين فالإسراء والمِعراج يا سادة رحلة التميُّز لمن وعى درسها ولمن أعاد للأجيال تحدياتها وذكرياتها بروح العصر الذي نعيش فيه فلم يتوقَّف مدد هذه الرحلة وعطاؤها عند زمن النبي لأن تكريم الله لنبيه تكريمٌ لأمَّته إلى يوم القيامة على حد قول القائل وإذا ما الجناب كان عظيماً مُدَّ منه لخادميه لواء وإذا عظُمَت سيادة متبوعٍ أجلَّ أتباعه العُظماء وهذا يدفعنا أيها السادة إلى أن نملأ القلوب بالأمل في وعد الله وأن نعملَ ونتوكَّل على الله فمهما اشتدت الصعاب فلا يأس فالنصر مع الصبر والفرج مع الكرم والشدة لا تدوم والألم لا يبقى ولكل داءٍ دواءٌ يستطبُّ به والله يُبدِّل من بعد الخوف أمَّنًا ومن بعد العُسر يُسرًا وتأتي العطاءات الإلهية والمنحُ الربانية تكريمًا للنبي على صبره وتحمُّله المحن فمن رحم المحن تولدُ المنح فكيف والمنحُ توهبُ لسيِّدنا رسول الله فالحبيبُ ضيفٌ على الكريم وحقٌ على المزور أن يُكرِم زائرة فأُسريَ برسول الله محمدٍ من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس لم يسمعه الناس في الطائف فجمع الله له الأنبياء والمرسلين في بيت المقدس في المسجد الأقصى مسرى رسول الله ونافِثة الأرض إلى السماء وقبلة الأنبياء وقبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين ومكان هجرة الأنبياء ومهبِط وحيهم بارَك الله فيه وحوله ما من موضعٍ فيه إلا وسجد ملكٌ أو نبيٌ كريم وستظلُّ معجزة الإسراء والمعراج تُحيي وتُرسِّخ في قلوب الأمة وضمائِرها قضيَّة المسجد الأقصى وربطه الوثيق بالمسجد الحرام ثم فتحت السماء أبوابها سماءً بعد سماءٍ لسيِّدنا النبي فكان المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا وسدرات المُنتهى فرأى ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر ليُصبح ما كان غيبًا مسموعًا مشاهدًا مرئيًا فانتقل من علم اليقين إلى عين اليقين ما كذب الفؤاد ما رأى أفت مارونه على ما يرى ولما رجع من الرحلة المباركة سأله أهل مكة أن يصف لهم بيت المقدس فجلَّ الله له بيت المقدس أمامه فطفق يُخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه ولا عجب ففي هذا العصر في عصر تقدم وسائل الاتصالات والمواصلات وغيرها يُنقل الحدث عبر الشاشات في اللحظة نفسها فإذا كان هذا من صُنع الإنسان فما بالنا بصُنع خالق الإنسان والأكوان فالاكتشافات العلمية يا سادة إنما هي رفعٌ للحجُب عن بعض أسرار الصانع في إتقان خلقه وقد رفع الله الحجُب في ليلة الإسراء والمعراج لحبيبه ومصطفاه سبحان من أسرى به ليلاً إلى حرمٍ بأرض الشام ظلَّ مُطهَّرَ صلَّى بكل الأنبياء جماعةً إن الوفود يُقدِّمون الأكبرة ثم ارتقى نحو السماء لمُستوًا فيه رأى المجد الأثيل مُوفَّرًا فحباهُ مولاهُ بأكبر نعمةٍ وأمدَّه كرمًا بأنواع القرى وعليه قد فرض الصلاة وبعد ذا آوى الفراش كأنه ما قد سرى قد كان هذا السر أكبر آيةٍ كانت لخير الخلق أكبر مظهرًا يا رب متعنا برؤية نوره والطف بنا في كل أمرٍ قُدِّرًا وأدم صلاتك والسلام على الذي ختم الرسالة منذرًا ومبشِّرًا نسأل الله أن يحفظ مصرنا وأن يرفع رايتها في العالمين وأن يفرِّج همَّ المهمومين وأن يكشف الكرب عن المكروبين وكل عامٍ وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاةً وسلامًا عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ونحن في هذه الرحابة الطاهرة ننقل لحضراتكم احتفال وزارة الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة وازيَّن البيت الحرام وظل ينتظر النداء وتطاولت أعواده والمسجد الأقصى شذى وتساءل الحدثان والثقلان ما هذا الصدى فأجابت السبع الطباق سنًا بعالمكم بدى اليوم إسراء ومعراج الإقيم لأحمد جبريل صار في السماء مغردًا ونادى في ملائكة العلا حي النبي محمدًا فصلاةً وسلامًا عليك سيدي رسول الله نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية وفضلت المتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب بشراك يا نور الهدى بشراك كل الممالك في الوجود تراك وآتى البراك إليك وآتى البراك إليك وآتى البراك إليك في شوق أتى والكون في ملك الإله في داك وبلغت قدرا في العلا ومكانة في ليلة الإسراء وضعوا الروح الأمين مصاحبا ولحضرة الرحمن قد أهداك لك يا رسول الله لك يا رسول الله كل فضيلة وكفاك أن الله قد زكاك يا أيها الكون الفسيح تحية هذا رسول الله هذا رسول الله بين رؤاك صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك 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 مشاهدية في كل مكان الجمع الحضور ينتهي هذا الاحتفال ولم تنتهي الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وكما قال المحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا ورحلت عن الدنيا ولا زلت سيدا صلى عليك الله في كل لحظة فقد ماتت الأسماء إلا محمدا فصلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله مشاهدية الكرام والجمع الحضور بهذه المدائح النبوية والأدعية نصل إلى ختام احتفال وزارة الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج والذي ننقله لحضراتكم من مسجد سيدتنا سيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة مشاهدية الكرام وحضر معنا في هذا الاحتفال معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني وكيل الأزهر نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وسيد اللواء خالد عبد العالم محافظ القاهرة وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وشيخ مشيخ الطرق الصوفية وأيضا فضيلة السيد الشريف محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية نقلناها لكم على الهواء عبر شاشات التلفزيون المصري والإذاعة المصرية من الإذاعة المصرية الزميل محمد مصطفى يحيى من أسرة مذيع الإذاعة والزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني ونقالها لكم على الهواء مباشرة من أسرة التلفزيون جمال السعيد ومحدثكم من أسرة المذيعين عيد مهني وأخرجها لكم على الهواء محمد العيدي ولكم تحيات الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتلفزيون المصري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته